فمن مركز البركات طلقنا ومن مدخل التسوية ارتقاء أتينا لنرسو مأرضا بعلمي يا بيت مقدسي خبني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نكمل بها هذا الحديث حول بيت المقدس وأستكمل معكم مظهر آخر من مظاهر النكبة المعرفية التي تمر بها هذه الأمة أمتنا الكريمة لعلنا نثور على هذه النكبة المعرفية حتى نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى بيت المقدس المظهر الذي أريد أن أركز عليه معكم حول هذه النكبة المعرفية وهي كيف نستطيع أن نفهم الواقع الذي نعيشه كيف نستطيع أن نفسر نحن في مجال العلاقات الدولية نقول حتى نفسر أمر من الأمور هذا سنوضح المراحل العقلية التي نحن نمر بها حتى نصل في المعرفة الصحيحة واحدة من هذه المراحل هي التفسير التفسير حتى يكون صحيح وسليم لابد أن يعتمد على إطار نظري ماذا أقصد بإطار نظري تكون هناك نظرية أو تكون هناك نموذج يعيننا على الفهم والتفسير يعني مثلا طالب العلاقات الدولية عندما يريد يكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه الفصل الأول من الرسالة لابد أن يكون الإطار النظري الإطار النظري الذي يساعدك على الفهم والتفسير لما ستقوم بدراسته في أطروحة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه لو أردنا أن نتوقف عند الأطر النظرية أو النظريات والنماذج التي تعيننا على التفسير للأسف الشديد سنجد على أن جميع هذه النماذج وهذه النظريات هي نظريات غربية نظريات غربية أنتجت في البيئة الغربية على فكرة النظرية عندما تنتج تنتج في إطار البيئة المحلية التي تعيش بها وبالتالي هذه النماذج وهذه النظريات طورت وخرجت من رحم الظروف والأوضاع التي مر بها العالم الغربي وبالتالي هي نتاج لتطورات طبيعية حدثت في الغرب ولم تحدث عندنا لم تحدث عندنا هذه مقدمة مهمة جدا لهذه النظريات التي نحاول بها أن نفهم واقعنا بمعنى أصح أن الغرب طور هذه النظريات ليفهم واقعه وأخرج هذه النظريات من الظروف والمستجدات التي مرت بها تلك المنطقة إذن هذه النظريات نشأت في هوية مختلفة عن هويتنا وفي ظروف مختلفة عن ظروفنا ولأسباب ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة عن الظروف التي تمر بها منطقتنا نهائيا وبالتالي الغرب طور نظريات هذه النظريات ليفهم واقعه لكن هذا الغرب مع الأسف الشديد هو الغرب المهيمن هو الغرب الذي استعمرنا للأسف الشديد استعمرنا عسكريا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا لم يكتفي بهذا بل زرع دولة العدو الصهيوني الدولة العازل في أرضنا المباركة والمقدسة عندما نريد أن نفهم الواقع الذي تعيشه منطقتنا نحن نستورد نظريات شوفوا المصيبة شوفوا الكارثة أيها السيدات والسادة أيها الإخوة والأخوات نحن عندما نريد أن نفسر احتلال بيت المقدس نريد أن نفسر الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر نفسر حالة الاستبداد التي تمر بها سوريا أو الأردن أو غيرها من الأقطار العربية نأتي بنظريات غربية لنفسر بها وهذه كارثة الكوارد يعني وأستحلفكم بالله أليس من المعيد علينا كأمة مسلمة أننا لم نكتفي أننا نأكل مما لا نزرع وأننا نلبس ونركب ونستخدم ما لا نصنع بل أننا افتتنا بكل ما يأتي من هذا الغرب افتتنا أصبحت عنا يعني حسبي الله ونعم الوكيل عقدة الخواجة الخواجة قال الخواجة راح الخواجة أجه مدام الخواجة قال هيك احنا بنفهم أكتر منهم يعني لما تناقش البعض وحتى بعض المثقفين وبعض المفكرين يعني احنا بنفهم أكتر من الخواجة خواجة هذا يعني هو اللي فهمان هو الذي يسير الأمور وهو الذي يوجه الأمور هو بيده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل شيء احنا افتتنا افتتنا بهذا الخواجة طبيعة الحال لأنه عني الزرق عبد الفتاح مش عني الزرق شعره أصفر عبد الفتاح ما عنده الشعر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا لا يؤخذ لا يؤخذ ولكن هذا الخواجة هذا الخواجة والعياذ بالله نحن عندنا الاستهلاك للأسف الشديد الاستهلاك لكل ما هو أجنبي يعني أنت بتروح بدك تشترك شغلة من المحلات بتقوله والله أنا بتدي الشغل الفلاني بقول لك في صناعة محلية بقولك لا لا بددي صناعة محلية ولا شيء بدي صناعة صناعة في لندن ها يعني هذا من بريطانيا ألبس أنا جكيتي من بريطانيا وخميس من بريطانيا غير ما ألبس صناعة مصرية صناعة مصرية وادعم الصناعة المحلية عندنا فتنة لكن الخطورة ايها الاخوة والاخوات ايها السيدات والسادة والله انه امر خطير امر خطير جدا اننا لم فقط نستورد ما نأكل نستورد ما نلبس نستورد ما نركب لكن الكارثة اننا نستورد الافكار نستورد النظريات نستورد العقول التي تعيننا على التفكير اكبر نعمة من النعم التي انعم الله بها على عباده هي نعمة العقل فنحن نستورد العقول الاخرى الافكار الاخرى وهذه الافكار نأتي بنظرياتهم يعني نأتي بنظرياتهم حتى نستطيع ان نفهم واقعنا والله معادلة مقلوبة والله معادلة مقلوبة وبيتقولولي ليش الاحتلال لأرضنا المباركة المقدسة له مئة عام ليش الانقلاب في مصر لا زال قائما ليش بشار الاسد يقتل اهلنا في سوريا نحن لا نفكر بعقولنا نحن نفكر بعقول الاخرين للأسف الشديد وهذه كارثة من الكوارث كارثة من الكوارث نحن بحاجة وهذا من خلال هذا البرنامج انا اوجه نداء نداء لعلمائنا علمائنا في كل المجالات ليس فقط في مجال الشريع علمائنا في مجال العلوم السياسية في العلاقات الدولية في التاريخ في كل جانب من الجوانب انا اوجه اليهم هذا النداء اننا بحاجة الى دراسة تجربتنا التاريخية عفوا تجربتنا الحضارية التاريخية نحن بحاجة الى دراستها بايجابياتها وسلبياتنا تجربتنا الحضارية ليست كلها ايجابية تجربتنا الحضارية بها سلبيات ولعلينا ان نتعلم من هذه السلبيات نحن امام اخطر قضية نحن امام اخطر قضية في القرن الواحد والعشرين ارضنا المباركة المقدسة محتلة هذه الانظمة التي تحيط بهذه الارض المباركة المقدسة تحتل بلداننا ما يحدث في مصر هو احتلال هذا الانقلاب العسكري هو احتلال صهيوني لمصر وسنوضح هذا بالشواهد وبالادلة على ان من يحكم مصر هو العدو الصهيوني في حقيقة الامر وليس السيسي السيسي عبارة عن اداء من الادوات التي يحكم بها مصر نحن بحاجة الى ان ندرس نحن بحاجة الى ان ندرس هذه التجربة الحضارية ببعدها التاريخي بايجابياتها وبسلبياتها لنخرج بنماذج ونظريات تساعدنا على التفسير وتساعدنا على التخطيط وتساعدنا على الوصول الى النتيجة المهمة جدا وهي المساهمة في التحرير لتحرير بيت المقدس ومسجده الاقصى المبارك باذن الله تبارك وتعالى انا امل ان تكون فكرة الاعداد المعرفي قد وصلت اليكم نحن لدينا نكبة معرفية نكبة معرفية عندما انا في عقلي انا اسمي عبد الفتاح وعندما اذهب للجامعة اذهب في المحاضرة انا اخاطب الناس بعقلية جورج وجون بعقلية غربية ولكن اسمي عبد الفتاح فالناس تسمع الي على ان على ان هذا من شخص مسلم يتكلم الي ويناقش معي قضية من القضايا نحن بحاجة الى ان نبني نبني منظومة معرفية تعيننا على التفسير والنظريات والنماذج وهذا ما سنقدمه في الحلقات القادمة باذن الله تبارك وتعالى نماذج ونظريات استنبطناها استنبطناها واستنتجناها واستشرفناها من تاريخنا وبالذات من تاريخ بيت المقدس اذا من خلال هذه الشاشة الكريمة اقول لعلمائنا انا الوقت ان تساهموا معنا في التحرير القادم لبيت المقدس ومسجده الاقصى كل في مجاله واعيد التذكير بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انت على ثغرة من ثغور الاسلام فلا يؤتيننا من قبلك انت تخصص في مجال التاريخ نريد نريدك نريد ان تساهم معنا تساهم مع اسادلة العلاقات الدولية واسادلة العلوم السياسية واسادلة الجيو بوليتيكس واسادلة الجغرافيا السياسية وغيرها من التخصصات في وضع تصورات ونظريات تعيننا على تفسير الواقع وان نتوقف عن استعمال نظريات والله انا اشعر دائما عندما ادرس طلبتي في مجال نظريات العلاقات الدولية ماذا نعلمه؟ نظريات غربية واقول لهم من البداية هذه النظريات التي نعلمها اياكم هي نظريات غربية وهذه النظريات الغربية هي التي نستعملها في تفسير الاحداث الحالية والمستقبلية واحثهم قدر استطاعتي هؤلاء الطلبة لان هذا هو الخير هذا هو الخير الذي يأتي منهم باذن الله تبارك وتعالى نريد شبابا يهتموا بهذه الدراسات ويتفوقوا في هذه الدراسات حتى يتمكنوا من تكوين نظريات ونماذج تعينون على التفسير على فكرة بدون نظريات وبدون نماذج التفسير في المجال العلمي لانه النظريات والنماذج تعينك على على التفسير هي عبارة عن اللنزز هي عبارة عن النظرات او الكنتاكت لنزز التي تلبسها حتى ترى العالم بصورة صحيحة بدون ان بدون هذه النظريات سنبقى نتخرص ونتخمن في موضوع تحرير بيت المقدس اتأمل ان اكون قد اوضحت هذه النكبة المعرفية النكبة المعرفية بعدم التوازم الذي نعيشه في الدراسات المتوفرة لدينا وايضا من خلال النظريات والنماذج التي نستوردها اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا وان يعيننا على ان نساهم كل في موقعه في اسقاط النكبة المعرفية التي تعيننا باذن الله تبارك وتعالى على تحرير اقطارنا ثم على تحرير بيت المقدس وما ذلك على الله بعزيز والى اللقاء في الحلقة القادمة باذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم والسلام عليكم تنفس منك شموخ الولان فعلمي يهد صمود الجبال وطلبي كسيف عنيد الإبال